بسم الله الرحمن الرحيم ثالثا الأداب بعد قضاء الحاجة من هذه الأداب ألا يستنجي بيمينه ولا يزيل النجاسة بيمينه ليس فقط ألا يمس المواضع أو العورة باليمنى ولكن لا يزيل النجاسة بل يستخدم شماله لمباشرة النجاسة وإزالتها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يستنجي بيمينه ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه ولأن في ذلك تكريما لليمين الأمر الثاني الاهتمام أو الأدب الثاني الاهتمام بإزالة النجاسة بعد الفراغ من قضاء الحاجة ينبغي الاهتمام بإزالة النجاسة تماما لأن ذلك فيه خطورة وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التساهل في التطهر من النجاسة من البول قال صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول فهذا دليل على الخطورة في عدم الاستبراء من النجاسة والتطهر من النجاسة الأدب الآخر أن يؤتر بثلاث مسحات أو أكثر وأن يكون مسح النجاسة ثلاثا فما فوق وأن يكون وطرا وذلك حسب ما تدعو إليه الحاجة فمن لم تكفي فمن لم تكفي ثلاث مسحات خمس أو سبع أو تسع وهكذا لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وطرا من أداب قضاء الحاجة البعدية ألا يستجمر بروث أو عظم والاستجمار هو إزالة النجاسة بالمسح والاستنجاء إزالة النجاسة بالغسل ولا يستعمل العظم ولا الروث للاستجمار وإنما يستعمل الحجارة والمناديل ونحو ذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة ليوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ قال أنا أبو هريرة قال أبغني أحجارا أستجمر بها ولا تأتيني بعظ ولا بروثة فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى إذا وضعتها بجنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن من الأداب تقديم رجلها اليمنى عند الخروج من الأداب البعدية تقديم رجلها اليمنى عند الخروج ويقول عند خروجه غفرانك بمعنى أسألك المغفرة وقال العلماء مناسبة قوله غفرانك هنا قيل أن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فدع الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم وقال بعضهم إنه يسأل الله غفرانه لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء فيسأل الله المغفرة له في ذلك الوقت الذي لم يذكر الله فيه ثم يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني قوله الأذى أي ما يؤذي من البول والغائط وقوله عفاني أي من انحباسهما المؤدي إلى المرضي أو الهلك هناك مسائل في الاستنجاة والاستجمار المسألة الأولى في بيان معنى الاستنجاة والاستجمار الاستنجاة هو من النجو نجوت الشجرة إذا قطعتها فكأنه بالاستنجاة قطع الأذى وفي الاصطلاح الشرعي إزالة أثر الخارج من السبيلين بالماء والاستجمار في اللغة استفعال من الجمار وهي الحجارة الصغيرة وفي الاصطلاح إزالة أثر الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها من المناديل والقماش وغير ذلك من الأوراق التي هي طاهرة ومضحرة المسألة الثانية في الاستنجاة والاستجمار حكم الاستنجاة والاستجمار للخارج من السبيلين الخارج من السبيلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول قسم يوجب الاستنجاة والاستجمار وهو الخارج المعتاد من السبيلين كالبول أو البذي أو الغائض قال تعالى والرجزة فهجر فهذه الآية عامة في المكان والثوب والبدل لحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يأتي الخلاء قال أنس فأحمل أنا وغلام معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد الخلاء ائتني بثلاثة أحجار وأمر بها عليه الصلاة والسلام ثم علل ذلك الأمر بقوله فإنها تجزيه وهذا التعليل دال على الوجوب كما قرر ذلك بن قدامى رحمه الله لأن التعبير بهذه الصيغة مشعر باللزوم والوجوب الثاني القسم الثاني قسم لا يوجب الاستنجاة والاستجمار وهذا بالاتفاق وهو القائم من نوم أو من خرجت منه ريح القائم من نوم أو من خرجت منه ريح لا يجب عليه الاستنجاة ولا يجب عليه الاستجمار لقوله صلى الله عليه وسلم من استنجا من ريح فليس منا وقوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم دل أن القائم من النوم لم يأمر بالاستنجاة وإنما أمر بالوضوء فدل ذلك على أنه لا يجب عليه ولأن الاستنجاة إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا القسم الثالث قسم اختلف في وجوب الاستنجاة والاستجمار منه وهو ما خرج من الأعيان التي لا بلل معها كالدود والحصى والشعر ونحو ذلك فهذا خارج غير معتاد من مخرج معتاد الخارج الغير معتاد اللي هو الحصى والشعر والدود ومن مخرج المعتاد اللي هو القبل أو الدبر ففي هذا الأمر أو في هذا القسم قولا لأهل العلم فقال بعضهم لا يجب وقال بعضهم يجب ذلك ربطا للحكم بالمظنة المظنة والغالب أن هذه الأشياء التي تخرج من القبل أو الدبر لا تخلو من نجاسة قال ابن عثيمين وهذا هو الأحوط أنه يجب لها الاستنجاة والاستجمار ترجمة نانسي قنقر